تعبير والإنشاء أولى باكا علوم مرجع الكامل في اللغة صفحة 94 نحن في مهارة تعبيرية إنشائية جديدة مهارة الربط بين الأفكار تقديم يقوم كل نص سليم على الربط بين الأفكار ومكونات الخطاب التي تضمن خاصية ماسكه وانسجامه ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة كيفية الربط بين عناصر المضمون والشكل اللغوي للنص وهذا ما سيسعى درس التعبير والإنشاء من خلال مهارة الربط بين الأفكار إلى ضبطه عبر أنشطة الاكتساب وتطبيق والإنتاج نقرأ نص الإنطلاق تقوم فكرة الحداثة على وعي بحاجات الواقع الجمالية وتتحرك في مستويين متداخلين هما النسبي المرتبط بالواقع الآني والمطلق الذي يختزل عناصر النوع الأدبي وخصائصه ليعكس جوهرها المطلق دائم الحركة إلى جوار ما تفرضه متطلبات الواقع كما تمليها الحاجات الروحية والجمالية للجماعة المبدعة وللفرد المبدع بخاصة لذلك تأتي الحداثة في أي وقت غير مرتبطة بزمن المحدد أو مبدع محدد بل هي لحظة فريدة يطلبها الواقع وتجد في أحد أفراده تشكلها وبرزها وتحققها الفني أولاً ثم تبدأ في أخذ المنح النظري داخل مستويات الفكر والفلسفة والاجتماع والجمال إلى آخره وكل هذه المستويات تتجاوب في علاقات تشكل نظاماً من التصورات يجعل من الحداثة طرازاً من الإدراك الشامل ينطوي على الإبداع في الفن والإحداث في الفكر وينتج عنه المحدث بكل مستوياته من هنا تمثل الأصالة والمعاصرة في نظرنا جناحي الحداثة وبدونهما تفقد تواصلها مع تراث النوع الأدبي ومع الواقع المعيش وتصبح تجارب في الهواء بالأصالة تستمد الحداثة الأصول الإجتماعية والفنية وتكتسب مبررها وبالمعاصرة تحاول أن تحل بعض مشكلات العصر أو على أقل تقدير تحاول استعابها مدحة الجيار الحداثة في رواية الخيال العلمي على كل إذا قرأت النص ستجد أن في عمليات الربط أن هناك ربط ما بين فكرة وفكرة وقد استخدم أدوات لذلك استخدم الواو استخدم إله استخدم كاما استخدم وكل أدات استخدمها الرابط ليربط بين فكرة وفكرة بين معنى ومعنى إلا ولها دلالتها ومتى يجب أن تضع هذا الرابط ومتى لا يجب أن تدعوا وأين محله في كتاباتك ينهض الربط على مجموعة من العمليات المختلفة التي تمكنك من إدراك العلاقات التي تتحكم في بنية ومعطيات النص وقبل تعرف يعني قبل ما تعرف عمليات الربط يتعين عليك فحص المضمون إذن يجب أن نفهم مضمون النص عن ما يتحدث النص النص يتحدث عن الحداثة في الأدب وكيف أن كل ما هو قديم من أدب سوى كانت شعرا أو نترا هسائل أو خطابة هي منطلق أساسي لكل ما هو جديد ومعاصر ولا يمكن أن ننسلق عن تراث الفكري أو الأدبي بل نأخذه كمنهاج قد نأخذ منه أشياء أن تواقب العصر وقد نضيف إليه طريقة أخرى أو منعج آخر في شرح وتفكيك غموض ما كان موجودا أنا ذاك في تلك الفترة السابقة ما القضية التي يترحها النص كما قلت ويترح قضية الحداثة في الأدب لاحظ المنطلق الذي يتحكم في الانتقال من فقرة إلى أخرى لاحظ معي أن تقوم فكرة الحداثة على وعي بحاجات الواقع الجمالية هناك نقطة لاحظ معي ثم انطلق الكاتب ليشرح لنا لذلك تأتي الحداثة تقوم فكرة الحداثة على وعي بحاجات الواقع الجمالية يعني شرح لنا وظيفة الحداثة ودورها في حركية الأشياء يعني سواء كانت على مستوى الفكر أو مستوى الواقع ثم بعد ذلك انتقل إلى الفترة الزمنية لتواجد الحداثة بمعنى أن الحداثة ليست جديدة إنما حتى في العصر القديم كانت هناك حداثة لأن ذلك العصر القديم الذي نراه نحن قديما كان بالنسبة إليهم جديدا فقد كانت هناك عصور سابقة أخرى لها فكر لها ترات ولها فلسفة ولها أدب إذن الحداثة هي مشروع إنساني منذ بداية الخلق إلى الآن الإنسان يسعى دائما إلى تغيير رؤياه للأشياء وتنوير فكرة حول الأشياء إذن ستجد أن الكاتب وظف مجموعة من الآليات التي تضمن اتصاق النص وانسجامها وترد هذه الوسائل في أشكال مختلفة من عمليات الرابط تتبعها من خلال أنواع الربط التالية إذن الكاتب خدم بزاف الوسائل وآليات الربط شوفوا الربط الدلالي يعني ينبني الربط الدلالي على آلية أساسية تتمثل في الإحالة التي تعني العلاقة الدلالية المتجلية في التوافق والتطابق في سمات الجنس التذكير والتعنيث والعدد الإفراد والتثنية والجم والشخص المتكلم والمخاطب والغائب بين عنصرين رئيسيين هم المحيل والمحالع يعني الذي مثلا الذي يملك تلك الرسالة ويريد إبلاغها والمتلقي يعني المرسل إليه دائما ودائما يجب أن يكون التسلسل إن كنت تتكلم عن ما هو مذكر استمر حتى تنتهي الجملة ثم ينطق الكتابتك أو خطابك إلى المؤنث يكون هناك انسجام واتساق في الأفكار وتتحقق الإحالة من خلال مكونات لغوية تكمل في الدمائر وأسماء الإشارة هنا مش كنا عرفوا مع من يتخاطب الكاتب أو من يخاطب الكاتب هنا تخدم لي الزمائر يعني واش الغائب واش الجمع المتكلم واش الجمع المفراد مع الإشارة أسماء إشارة الضامنة لاتساق النص والترابط بين عناصره فالفعل تتحرك في الفقرة الأولى يشتمع ضمير مستثير باعتباره موحيلاً يطابق المحالة عليه المتمثل في الإسم الحداثة في سماس التأنيث والإفراد غير يقول لك بأن الحداثة هي مؤنثة حتى بخطابك وأنت تكتب فيجب أن تخدمها مثلاً شروطها مقومة ما شيء الحداثة هي واحد لفظة مؤنثة وتقول لك تخضر على المفهوم مفهوم الحداثة هي مقوماته يعني الغائب وشروط ولكن لك تتخضر عليها هي بوحدها كفكر وكرؤية تخدم التأنيث إذن هنا في اسم الحداثة في سماس التأنيث والإفراد والغياب إذن لجينا نشوفه هنا قليك استخرج الضمائر الظاهر يعني هتلقى هي دمائر يعني تقوم فكرة الحداثة على وعي بحاجات وتتحرك في مستوى متداخلين يعني وكيخاطبك يعني كيتكلم على القارئ فكيختم ما هو من نسبة المرتبطة بالواقع والمطلق الذي يختزلون ناصر أنه الأدبي ليكون جوهران مطلق الدائم حركة لدى تأتي الحداثة يعني مخاطب قليك هنا يا إحالة نصية نسبة إلى النص وهي التي يحيل فيها المحيل الضمير أو اسم الإشارة على المحال عليه موجود في النص إحالة مقامية نسبة إلى المقام الذي يرتبط بالشرط التداولية للتخاطب بين المتكلم والمخاطب وهي الإحالة التي يحيل فيها المحيل على محال عليه موجود خارج النص الربط الدلالي علاقة معنوية يتحقق من خلال الإحالة بنوعيها النصية والمقامية بواسطة الدمائر وأسماء الإشارة عندنا الربط المنطقي يتجل الربط المنطقي من خلال مجموعة من العلاقات المنطقية التي تضمن توالد الأفكار ومعاني النص من خلال مبادئ التضمين والسببي والتشابه إذا كنت تخدم الربط الدلالي باستخدامك للدمائر وإسماء الإشارة لكي يكون في واحد الاتصاقة في المعنى وما يكونش خلط معرفته وش كنت هضرت على المتكلم ولا على الغائب ولا على المؤنث وعلى المذكر مذكر مذكر مؤنث مؤنث الضمير ديالك من الأول تضخر يبقى نفس الضمير يعني نفس المحال إليه أو عليه ولكن الربط المنطقي مش أنت كتهضر ليه الحادثة شوية تهضر ليه التواصل لا إذا كنت تدرع الحادثة تبقى كتدرع الحادثة وحتى الأفكار كلها تكون مترابطة ومنطقية يعني كيقبلها العقل ما تجيبش حاجة مالخيال وتكتنقش واحد قضية واحد قضية كتنص الفكر وكتخص الفكر مبدأ التضمين علاقة تربط معنى التضمين يعني كتربط ززء بالكل تضمن يعني كتخلي الززء ضمن الكل مبدأ السبببية يعني علاقته في السير نتيجة بسبب معين يعني مبدأ السببية هالنتيجة هالسبب لحصول هذه النتيجة مبدأ التشابه علاقة تبرز تماثل الموجود بين عنصرين أو وضعياته يعني ضروري تتشرح واحد ضايرة معينة كفكر كحداثة خاصة تتكرر لنا مبدأ التشابه بين هذك العنصرين المتواجدين عندك ونتك تتناقش بواحد منطق وواحد ضواهر دلالية ذلك الربط المنطقي مجموعة من علاقات عقلية تتجلى من خلال مبادئ التضمين والسببية والتشابه يعني سواء كتك تدير الجزء ضمن الكل أو أنك تعطيني أسباب تلك النتائج لحصلوا على المبكري ولحصلت على أنتك قارئ استنتاجك وتشابه يعني بس يكون النص عندك مفهوم وواضح والقارئ تصل للرسالة الربط التركيبي يتمثل الربط التركيبي في الربط الذي يبني علاقات ممكن بين الجمل بواسطة مجموعة من الروابط اللغوية هنا ذلك الخدمو ذلك الروابط اللغوية اللي احنا نعرفها ونطلبها دائما في الإنشاء هالدرس مهارة الربط بين الأفكار في احترام علامات التركيم وذلك الروابط اللغوية لأن المصحح سواء تحليل صورة أو توسع فكرة أو مقارنة أو استنتاج بطريقة أو بأخرى تشوف واشتنس توعب مهارة الربط بين الأفكار وكتحصل على ذلك ستاديالك كاملة مكمولة إذن شنو ما هذه الروابط من خلال الأنشطة نستنتج أن الروابط اللغوي تقيم علاقات بين الجمل ويمكن أن تتعرف أهم هذه الروابط من خلال الربط الزماني وهو ربط يقيم علاقة بين جملة رئيسة وأخرى ثانوية بواسطة رابط دل على الزمن عندما كان الإنسان في العصر القديم كانت اللغة بالنسبة إليه أسطورة يعني تعطيني كان الفكر فكرا أسطوريا لكن في الزمن الحالي فإن اللغة هي لغة تعتمد بالدرجة الأولى على الإبداع وعلى الخلق وعلى التواصل يعني تعطيني عندما أو بينما رب أنت تشير إلى الزمن حينما أو حينما حاول المفكرون أن يناقشوا في القرن التاسع عشر أو العشرين مفهوم الحدثة وتقول وقبل أن تطرح هذه القضية لقد جاءت الحدثة إترى التغيرات التي تقع للمجتمع في البنيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية هناك تخدم إترى كل كلمة أو كل لفظة عندها معنى هذا عندها ربط زماني الربط الشرطي دائما تخدم أدوات الشرط إذا تقول واحد الفكري لابدت التحقق حس تكون واحد الحاجة شرط إذن إذن حال إذن ولو إن لولا شرط شريط والربط السببي ويسم من خلال ربط بين الجملتين عن طريق أداة دالة على السبب أو العلة لأن بسبب كذا والربط الغائي يعني الغاية ويتأتب بواسط استعمال روابط تفيد الغاية أو الهدف مثل كي بغاية قصدة لأجل بغية بهدف الربط الموصولي يتمثل في وجود رابط موصولي يشير إلى العلاقة القائمة بين جملة رئيسة وأخرى موصولية نحو أدوات الموصول الذي والتي ومن للعاقل وما لغير العاقل الربط السياقي يعني الخطابي لا تقتصر الروابط اللغوي على الضم بين الجمل ولكنها تقوم كذلك بالرط بين الفقارات يمكن أن تتضمن النص وروابط أخرى لغوية تساهم في بناء علاقات من نوع خاص بين الفقارات مثل الربط تماثلي من قبيل موازات ذلك بشكل مماثل وينسحب هذا على الربط التعارض نحو خلاف لذلك غير أن في المقابل الربط الإضافي كما في إلاء جواري فضلاً عن ذلك على وقع الربط الموضوعات مثل في هذا الصياق في هذا الإطار في هذا الصدد في هذا الشأن الربط السنتاجي نحو بناء على ذلك تأسيساً على هذا ارتباطاً بما سابق ونتيجةً لهذا كذلك في التركيب ويترتب أو في الخاتمة ويترتب عن ذلك استدل على هذه الروابط الرابط أو الربط السياقي ربط يتم بين فقرات النص بواسطة روابط لغوية متنوعة الدلالة تبرز علاقة فقرة لاحقة بالصادقة إذن هذي كل أنشطة التطبيق إن شاء الله انتظرهم إني غندي لكم إنشاء أنشطة التطبيق ونبي أنشطة واضح الهدف هو إردائكم وكيف تفهموا الحاجة لما فهمت أنشطة وليا غير النقد لا يمكنني أنشطة كبيرة متقاعدة لا يمكن أنشطة التلاميذ يتعاملون مع الأساتي في هذا الأسلوب إذا لم أعجبني الشخص أمر ممر الكرام بجانبي دون أن إذا قدرت أنني نوضح لي الخطأ دياله وبعد الأسلوب ونقنعه مرحبا لا ضرر في الخلاب الاختلاف لا يسيد في الودقة دياله ولكن دخول باش نعير واش تيواش يسعد وعشرين عام ولا تسعتاش ولا ستتاش هاي عير مرأة عزوز ما فهمتش أنا الله ما فهمت إلا إذا كانت تسادي مرأة كبيرة ما حاملاش هذيك المرأة دخلنا هذيك العيبة شوف واشتعدوا دراقنا نهار نقه عقلنا من هذي الأفكار ومن هذي السلوكات نحن نكونوا فعلا نحن نعيشوا لحالة حادثة شاو إلى اللقاء شكرا